بس أنا كنت هاخد القمح ده الرغيف بيتكلف ثمانين قرش ما بيعه بكام خمس قرقش مش كده يا دكتور مصطفى خمس قرقش يعني أنا مش باخده حبيهو حتى بتمنه لكن لو حدي تاني يخده حياخده عشان يتاجر فيه طب انتو النهاردة لو أنا ما لقيتش ان القمح اللي موجود لان انا عامل دايما كدولة ان احنا يبقى عندنا رصيد احتياطي ما يقلس عن الخمس ستة شهور واحنا حرصنا على كلام ده بقى لنا خمس سنين مش كده قولنا ان احنا يبقى دايما عندنا رصيد الرز القمح الزيوت اللحوم والدواجن ما تقلش عن ايه عن ستة شهور عشان يعني ما تحصلش أزمة وكلام ده كان في المتجاز قبل كده كان في مشكلة وبينا نفس الكلام موجود عنه لا بأس فانا كنت هاخد القمح ده بالسعر اللي انا قلت عليه ده وبعد كده حديلي الناس اللي هو المدعم بخمس قرش طيب لو انا النهارده ملاقيتش الطلب ده موجود في العشرة مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر بيعملهم مين مزارعين مصر هتطر اخد منين هشتري من بر وهنا الموضوع ده يجيبني على حاجة الموضوع الدولار الموضوع الدولار وده ليه تأثير كبير جدا على الأسعار في مصر طيب انا لما كل ما يكون فطورتي من الدولار تزيد لازم لازم ده يبقى عبق على الاقتصاد لان احنا عايزين نجيب حاجات أساسية مش بس الأكل والشرب انتو عارفين في زيت الطعام انتو أصلوا يعني يعني في الريف الناس ما تاخدش بالها قوي كان زمان من 40 سنة و50 سنة الريف كان بيغطي حكته الريف كان ايه بيغطي حكته حتى كان بيجيب زيت ده كان ايه بقى قوي حد كان يقدر يجيب زيت في البيت زيت دورة كان عيبة جدا في الريف يقول لك معقول احنا ناكل بزيت احنا ناكل بسمن بلدي حد كان بيروح يشتري بيضة من الشارع حد كان بيروح يشتري فرخة من الشارع من اي حتة يعني لا كان البيوت عبارة عن وحدات انتاجية صغيرة ده كان الريف المصري ايه ما كان عدد لو كان الريف من اربعين سنة عدده عشرة خمستاشر مليون كان بيغطي نفسه وكمان بيطلع جزء للحضر لا عواصم محافظات يعني محافظة البحيرة يبقى يطلع لها من جوة مراكز البحيرة يطلع لهم بيض ويطلع لهم ده وده ده ما بيحصلش دلوقتي بالمستوى اللي كان ممكن يكون فيه شوية فبقت الدولة النهاردة معانية انها تغطي كل الطلبات ويبقى كلام ده متوفر احنا تحولنا من حالة كنا موجودين بيها قبل كده لحالة تانية وبعدين بنقول ايه ليه احنا زرفنا وليه الاسعار بقت كده ما انتو بتتكلموا او احنا بنتكلم على في بلدنا مصر كنا في مسلا لغاية اتنين وخمسين تسعتاشر مليون عشرين مليون صح كده تسعتاشر عشرين مليون كل ايه كل مصر ريف وحضر عشرين مليون تسعتاشر مليون في اتنين وخمسين ثم في عهد السادات الله يرحمه وصلنا لاربعين يعني انا دايما بجيب حلق يعني توقيتات كده الدكتور مصر بيقول لي اتنين وثمانين الرئيس السادات واحد وثمانين يعني السوشيلي يعني اربعين مليون وبعدين في الفين و احداشر كنا تقريبا تمانين مليون صح كده النهاردة احنا مية وخمسة واحنا عادينا بندردش مع بعض كده فات كم ديه كل خمساشر ثانية فيه مولود ربنا يزيد ويبارك يعني كل ايه يعني كل ديه اربعة لو احنا بنتكلم بقى انه عشر دايق فيه اربعين ضيف جداد جمه كده يعني فارجعتاني اقول ان احنا الحد الادنى اللي احنا قلناه ان احنا بقى فيه المواد موجودة طب حتى لو كانت غلقة شوية بس مش ممكن ابدا ننزل ونقول ايه مفيش بس انا بكلمك على احتياجات كام بكلمك على احتياجات مية وخمسة لا مية وخمسة زائد تسع يبقى كام مية واربعتاشر ف بنحاول بس بيكم وبجهدكم وبدعمكم وقبل ده كله بيبقى بدعواتكم الناس الطيبة الناس الطيبة كتير في مصر آه طبعا بشاكر جدن ترجمة نانسي قنقر